أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لكوبلر من المهم أن يلتقي قادة الاتفاق السياسي لأن ذلك لطالح الليبيين أدعم السراجة بشكل كامل من أجل وجود مجلس وحكومة قوية لأجل الشعب حفتر هو من يقرر مقابلة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاتفاق السياسي ليبيا لديها مشاكل يمتد أثرها إلى دول الجوار كالإرهاب والهجرة الغير شرعية التي تثير وقلق الاتحاد الأوروبي من واجب النقاش مع الكل داخل ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار لمساعدة البلاد ناقشت مع الوزير المساهل في الجزائر ما يتعلق بلقاء الأطراف الليبية لإجراء التعديلات الممكنة كما ناقشت معه دور الأمم المتحدة ودول الجوار لإنجاح الاتفاق السياسي وحوظ الاتفاق السياسي قد نبعوث الأممي البعض اقترحت منذ أشهر على الليبيين ما إذا أرادوا إجراء تعديلات عن الاتفاق السياسي أم لا الاتفاق السياسي هو اتفاق الليبي والليبيون من يقرر تعديله التعديل على الاتفاق يكون بطريقة محددة وعلى أهم المسائل وليس على الاتفاق بالكامل الأمم المتحدة ليس من شأنها تعديل الاتفاق السياسي وللتحقيق هذا التعديل هناك ثلاث مبادئ مهمة الاتفاق السياسي هو الإطار للحل السياسي أن يتم التعديل بعملية سياسية سلمية وليس بتصعيد العسكري أن يقرر صناع القرار بشكل سريع من أجل صالح الليبيين ترجمة نانسي قنقر